موسيقى وعد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة الأمين داؤود بحل المشكلات والقضايا التي يعاني منها شرق السودان وقال لدى عودته بمطار الخرطوم لسنا دعاة حرب ولا طلاب سلطة فقط نريد أن يكون السودان للجميع ويسع مواطنه كافة وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو المجلس السيادي محمد الفكي وقيادات من الجبهة الثورية وقوى الحرية وتغيير إضافة لقيادات قبائل البني عامر والحباب واجدد وقوفه وتعاونه مع المكونات السياسية لشرق السودان وفي مقدمتهم موقع اتفاقية سلام شرق السودان مع الحكومة السابقة لينال أهل الشرق حقوقهم وذلك من خلال منبر الشرق مع اقتراب موعد الجولة الثانية لمفاوضات السلام بين الحكومة الانتقالية وحركات الكفاح المسلح يتوالى وصول عدد من قيادات الجبهة الثورية للخرطوم وذلك وفق الاتفاق أبرم خلال جولة المفاوضات السابقة لأهمية الترتيب وإجراء المشاورات داخليا لإنجاح الجولة القادمة والتي من المنتظر أن تعقد في الحادي والعشرين من الشهر الجاري ترحيب رسمي وشعبي بتوالي عودة قيادات الجبهة الثورية إلى الخرطوم مع اقتراب موعد انطلاقة الجولة الثانية لمفاوضات السلام نرحب بأخوانا قيادات الجبهة الثورية في الخرطوم والوفد ذا الحضر اليوم ذا نتيجة لنغاشات مبدئية حصلت في جوبة خلال جولتين اتفقنا فيها على أن يزور وفد من غيادات الجبهة الثورية الخرطوم للانخراط في نغاشات داخلية والترتيب الأوضاع لغدوم كافة أعضاء الوفود من الجبهة الثورية في المرحلة الغادمة عندما تكتمل المفاوضات نحن بنرحبهم ونقول لهم أنتم مرحبكم في بلدكم وتعالوا شوفوا أهلكم وشوفوا الأوضاع الصعبة جدا والمعقدة البمرباء السودان يعيشوا مع الناس على أرض الواقع الصعوبات التي تتطلب مننا كلنا مع بعض نشيل مع بعض لكي نطلع البلد من الوضع الذي فيه حاليا استقبل الأستاذ والرفيغ المين داود وكنا على يغين وكان يردد معنا دائما أننا سنلتغي غريبا وداخل بلادنا وقبل التوقيع على اتفاق السلام والآن هو يؤكد ذلك ويعود إلى البلاد قبل توقيع اتفاق السلام ليؤكد أن إرادة الجميع تتجه الآن نحو السلام نحن سعيدين يما سعادة بأننا استقبلنا عدد كبير من القادة واليوم نستقبل رئيس الجبهة الشعبية المتحدة وأنا أفتكر أنه دا تمثيل على مستوى عالي من الجبهة بأن يحضر رئيس الجبهة وهذه أيضا خطوة بأننا نتفاعل أيضا بالمفاوضات التي ستتم إن شاء الله يوم 21 الجاري بأن الجميع الآن يتجه نحو السلام والآن كل الذين سيصنعون السلام متواجدين الآن معنا توقعات كبيرة بقرب الوصول إلى سلام شامل وتأكيدات من القيادات العائدة بذلك جئنا اليوم بعد اتفاق وقعناهم على الحكومة الانتقالية جئنا اليوم لنؤكد بأننا لسنا دعاة حرب جئنا اليوم لنؤكد بأننا نحن مشتاجين لنشوف أبنائنا مشتاجين دارين نشوف وطننا مشتاجين دارين نبني مع الآخرين نحن لست دعاة سلطان أنا أكد لكم هذا الكلام نحن أصحاب هذا البلد نريد أن يكون هذا البلد مرآة للجميع نحن دارين السودان مراية قدامك وانت موجود داخل ما دارين السودان ضيق دارين نوسع السودان دا السودان الكبير اليسع كل الدنيا دي دارين أي يزول يشوف يحقه دعوات إلى فتح صفحة جديدة وتناسي مرارات الماضي من أجل تقدم البلاد ما دارين الناس يقضوا التار يا جماعة ما في تار بين السودانين الرواندين يتقاتل برطوتس والهوتو عمروا الحجيقة والمصالحة في جنوب أفريقيا نالسو مندلا عمل عفو عام للناس اللي استعمروا البريطانيين نحن كسودانين أولى أن نحن نعمل عفو عام لمن؟ للذين كانوا في المؤتمر الوطني ولكن ما عندهم أي جريمة يعني ما نعاقب الناس بسن زول كان في المؤتمر الوطني البلد ما بتمشي لك الدام أن نحن أي زول اتكب جريمة في حق الشعب السوداني يجب يتقدم للمحاكمة العادلة أما دون ذلك الناس اللي جاءنا الشعبية في الأحياء وغيرهم من ناس المطورثين الموجودين في وسطنا على فكرة نحن أهلنا ذاتهم في ناس منهم من وسرنا في المطور الوطني الناس زيلة جماعة خلينا الشعب السوداني كله أنا من هنا بقاطبكم العفو العام لكل زول ما ارتكب جريمة خليهم يبنوا معنا البلد اللي هم كسروا نبنيوا سواء مع بعض بعد إنجاز الثورة تتجه أنظار السودانيين إلى عملية إنجاز السلام وتحقيق التطلعات حمد الخنفري الشروق الخرطوم